طلابنا الأعزاء الصف الثاني عشر نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإداءة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح مفصل بمادة اللغة العربية متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعلمة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني عشر أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين والتي تبث على موجة 102.1 FM أنا محدثتكم المعلم عبير الوطريخي معلمة مادة اللغة العربية من مدرسة دلال المغربية الثانوية ألف نلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر وسنكمل اليوم درس مسرحية غروب الأندلس الفكرة الثالثة بداية سوف نجيب على سؤال الحلقة الماضية وهو ما رأيك في شخصية أبا القاسم؟ السؤال مرة أخرى ما رأيك في شخصية أبا القاسم؟ أبا القاسم هو شخصية سياسية متمرسة وهو وزير الملك ومستشاره لكنه جبان ومتخاذل يؤثر السلام الشخصية على سلامة البلاد ويحمل في داخله نفسية انهزامية موقفه سلبي حيث وافق على الاستسلام للعدو وبالغ في إظهار ضعف المسلمين وإظهار قوة العدو حاله يشبه حال الكثير من الشخصيات السياسية في زماننا عفان الله وإياكم الآن سننتقل إلى المحاور التي سيتم دراستها في هذا اليوم المحور الأول شرح ومناقشة الفكرة الثالثة المحور الثاني تفسير المفردات ومظاهر الجمال والمحور الثالث الإجابة على أسئلة الدرس الآن ننتقل إلى المحور الأول مرة أخرى شرح ومناقشة الفكرة الثالثة وذلك بعد قراءة الأبيات نفتح على النص أو على الفكرة الثالثة صفحة 15 أبو القاسم يبدأ تعاليتي سيدتي فأذني أحدثك عن خطبنا الداهم تكلم فأنت وزير البلاد وناصح عاهلها القائم لعلك قدرت ما نابنا وما نابنا يا أبو القاسم حصار يطوقنا كالسوار إذا ما استدار على معصم وجوع يمزقنا نابه وحمى من القلق المبهم وشعب رماه انتصار الفرنج بيأس جرى فيه مجرى الدم وجيش انتخاذ لحتض محل فإلا تغيثوه يستسلم أي استسلم الجيش ماذا تقول يهون الهوان على المرغم وماذا ترى سائل الكابرين رؤوس عشائرنا تعلم لعلك تعرف ما أجمع عليه فبين ولا تكتمي يقولون دك قران العدو فإن لم نسالمه لم نسلم وقالوا الشجاعة إن لم تفد فضرب من الحمق والمأثم رويدا فقد سقت فقها الخشوع وفلسفة الجبن فيما أرى أذلك رأيهم أم تراك نصحت به غواش الدجا يرد أبو القاسم أجدك مولاتنا ما نصحت ولكن رويت حديثا جرى على أنني مكبر رأيهم فقد واكب الحزم فيه النهى وإنهم لهدات البلاد وقادتها ووجوه الملا ترد في ازدراء أقادت أندلس هؤلاء وهم من سقوها كؤوس الردى فيا أمة دب فيها الفساد وطم بأقطابها واغتلأ وما أتخنت غير فن النفا قذته وروته حتى ربى إذا رف نجم فخدامه وأحنق أعدائه إذن هوى غلوتم بإسفافكم في الهواني فسحقا لكم يا عبيد العصى الآن من يذكرنا بفكرة أو بالفكرة الثالثة قلناها سابقا من يذكرنا بها؟ نعم هي تضارب المواقف تجاه مقاومة الغزو الفرنجي تضارب المواقف تجاه مقاومة الغزو الفرنجي ننتقل الآن إلى تفسير المفردات والتحليم تعاليتي هذه جملة دعائية طبعا للتعظيم وقد تخرج بمعنى تعظمتي وعلوتي تعاليتي الزيادة في كلمة تعاليتي تفيد التدرج سيدتي هنا منادة للتعظيم طبعا منادة منصوب لأنه مضاف فأذني أحدثك عن خطبنا الداهم خطب هنا وهو مصيبتنا والجمع خطوب الداهم بمعنى المفاجئ الداهم بمعنى المفاجئ وهو اسم فاعل تكلم فأنت وزير البلاد وناصح عاهلها القائم عاهلها أي بمعنى ملك وتجمع على عواهل وعاهل أيضا اسم فاعل وداهم اسم فاعل وقائم أيضا اسم فاعل لعلك قدرت ما نابنا قدرت مرادفها افترطتي طب لعلك قدرت ما نابنا ما نوع الأسلوب هنا الأسلوب هنا هو أسلوب ترجي طبعا إنشاء غير طلبي قدرت بمعنى افترطتي ما نوع ما ما نابنا ما هنا موصولة نوعها موصولة نابنا أصابنا في رد عائشة وما نابنا يا أبا القاسم هنا اختلفت ما هنا استفهامية ما نابنا يا أبا القاسم هنا نوع ما استفهامية أبا القاسم أو يا أبا القاسم أيضا نداء للتنبيه طبعا وأبا القاسم منادى منصوب بالألف حصار يطوقنا ما معنى يطوقنا يلفنا يحاصرنا كالسواري السوار هي حلية قد تكون من الذهب أو غيره وتجمع على أساور إذا ما استدار على معصمي ما هنا زائدة بإمكاننا أن نقرأ الجملة إذا استدار على معصمي الآن هنا في تشبيه حصار يطوقنا كالسوار شبه الحصار أو حصار الأسبان بالسوار على معصمي معصم مفرد وتجمع على معاصم والمعصم هو الجزء من اليد بين الكف والعدد وقد يعني يكون بمعنى الرسغ وجوع يمزقنا نابه وحمى من القلق المبهم طبعا جوع يمزقنا نابه شبه الجوع بحيوان مفترس وفيها إحاء بالضعف نابه بمعنى سنه وتجمع على أنياب وحمى من القلق المبهم حمى من القلق المبهم أيضا شبه القلق بالحمى وفيها يعني إحاء بالخوف الشديد طيب لو بدي أطرح عليكم أسئلة في الجزئية هذه تحديدا ماذا كان لهو رأي عفوا هنا الفكرة الثالثة ممكن نسأل نحكي أين كان ينتقل الوزير أبو القاسم وما الهدف من ذلك طبعا ينتقل بين الإجابة تكون ينتقل بين رؤساء العشائر يحدثهم ويحرضهم وكأنه فوضى بمهمة التفاوض مع الملوك طبعا وسلوكه هذا كان مريبا وقد شعرت بذلك الأميرة عائشة بما تفسر رد عائشة على الوزير أبو القاسم بنوع من السخرية بماذا تفسر هذه السخرية يدل على شكوكها في سلوكه المريب طبعا هي كانت تشعر بأنه مشترك في هذه المؤامرة طبعا هو بدأ بوصف المخاطر أو المخاطر للحصار فيعني تعددت نسأل سؤال نحكي تعددت مصادر الخطر الداهم الذي كان يتحدث عنه الوزير أبو القاسم لو نوضح ذلك في الشارح أو في الإجابة نقول أن المصادر تعددت فقد يعني اختلفت ما بين الغزو الفرنجي والفقر والجوع وثورة الشعب أيضا الآن ننتقل إلى صفحة لنكمل التحليل صفحة 16 وشعب رماه انتصار الفرنج بيأس جرى فيه مجرى الدمي الآن شعب رماه انتصار الفرنج بيأس جرى فيه مجرى الدمي من الذي رمى هذا الشعب لهو الانتصار الانتصار هنا فاعل شعب رماه انتصار الفرنج الفاعل هنا الانتصار تعرب فاعل مرفوع لمترفعه الضم بيأس جرى فيه مجرى الدمي مجرى معنى الصرفي لكلمة مجرى مجرى هنا مصدر ميمي مصدر ميمي في هذا البيت أيضا تشبيه لو نوضح هذا التشبيه شبه انتشار اليأس بجريان طبعا انتشار اليأس بين الطائف الشعب بجريان الدم في الجسم مرة أخرى شبه انتشار اليأس بين الناس أو بين طائف الشعب بجريان الدم في الجسم ما إحاء هذا التشبيه طبعا يوحي باليأس والخوف وجيش تخاذل حتى اضمحل فإلا تغيثوه يستسلمي ما مرادف تخاذل تخاذل بمعنى تخلى اضمحل ما مرادف اضمحل اضمحل بمعنى تلاشى وضعف فإلا تغيثوه إلا هنا إن ولا ولكن يعني للتخفيف فإلا قلنا تغيثوه تنجدوه تنقذوه يستسلم بمعنى هنا يخضع طبعا يستسلم هو جواب الشرط وحرك بالكسر للضرورة الشعرية طبعا هو مجزوم لأنه جواب الشرط وحرك بالكسر للضرورة الشعرية أي استسلم الجيش ماذا تقول ما نوع هذا الأسلوب أي استسلم الجيش ماذا تقول هو أسلوب استفهام غرضه الاستنكار يرد يهون الهوان على المرغم الهوان بمعنى الذل طب ويهون يهون بمعنى يسهل على المرغم المرغم هنا المجبر أو المغلوب على أمره ما المعنى الصرفي لكلمة المرغم ما المعنى الصرفي لكلمة المرغم هنا المرغم اسم مفعول نكمل وماذا ترى أيضا هنا استفهام حقيقي يجيب أبو القاسم سائل الكابرين سائل الكابرين رؤوس عشائرنا تعلمي هنا سائل أسلوب أمر ما غرضه قد يخرج لهو معنى الحث أو النصح سائل الكابرين رؤوس عشائرنا تعلمي الكابرين هم كبار الأقوام أو كبار العشائر طبعا هنا يطلب منها أن تستشيرهم تعلمي جواب الطلب هنا تعلمي سائل هنا إعراب تعلمي فعل مضارع طبعا مجزوم بحذف حرف النون لأنه جواب الطلب لازلنا معكم طلابنا الأعزاء في شرح درس غروب الأندلس الفكرة الثالثة للصف الثاني عشر لعلك تعرف ما أجمع عليه فبين ولا تكتمي لعلك أيضا هنا الأسلوب هو أسلوب رجاء تعرف ما أجمع ما نوع ما ما هنا موصولة فبين أسلوب أمر أسلوب أمر هنا حقيقي لا تكتم أو لا تكتم هنا أيضا أسلوب نهي حقيقي يقولون دكة ما مرادف دكة دكة بمعنى هدمة قرانا العدو ومفرد قرانا قرية فإن لم نسالمه لم نسلمي ماذا أفادت الزيادة في كلمة نسالمه نسالم هنا بمعنى المتابعة المتابعة الزيادة أفادت المتابعة والمشاركة لم نسلمي أيضا فعل مضارع مجزوم بالسكون وحرك بالكسر للضرورة الشعرية ونسلم بمعنى نأمن وقالوا الشجاعة إن لم تفد فضرب من الحمق والمأثم في هذا البيت لاحظوا أن هناك تناصا أدبيا كيف التناص؟ باقتباس اللي هو مثل عربي اللي هو إن لم تفد الشجاعة فضرب من الحمق إن لم تفد الشجاعة فضرب من الحمق إذن في هذا البيت تناص أدبي فضرب من الحمق والمأثم ما مراد في الحمق؟ قلة العقل أو فساد الرأي والمأثم ما المعنى الصرفي لكلمة مأثم؟ الإجابة مصدر ميمي المأثم هو الذنب رويدا فقد سوقت فقها الخشوع رويدا ما إعراب كلمات أو ما مراد في أول رويدا رويدا بمعنى مهلا ماذا نعرب كلمة رويدا؟ رويدا هنا مفعول مطلق منصوب فقد سوقت فقها الخشوع طبعا هنا فيه اللي هو تشبيه لقوله بأنه يعني وكأنه يعني يمثل أنه خاشع وفلسفة الجبن وكأنه طبعا تسيطر عليه أفكار الخوف فيما أرى طبعا هنا ما موصولة في الذي أرى أذلك رأيهم أم تراك نصحت به غواش الدجاء؟ طبعا هنا الاستفهام غرض التقرير والتوبيخ أذلك رأيهم أم تراك نصحت به غواش الدجاء؟ إذن الاستفهام هنا خرج لغرض التقرير والتوبيخ غواشي ما مرادف غواشي غواشي هو ما يغشى الليل من ظلمات والمفرد غواشي غاشية والغاشية أو يعني جاء من كلمة غشاء أو غطاء إذن الغواشي هي ما يغشى الليل من ظلمات الدجاء بمعنى الظلام الشديد طبعا هذه العبارة غواشي الدجاء فيها دلالة على كثرة الدسائس والمكائد ضد المسلمين إذن غواشي الدجاء فيها دلالة على كثرة الدسائس والمكائد أجدك مولاتنا ما نصحت ولكن رويت حديثا قادم أجدك هنا صيغة قسم بمعنى وحقك إذن هي صيغة قسم بمعنى وحقك مولاتنا نداء غرض التعظيم وهو مناد منصوب لأنه مضاف ما نافية لكن حرف استدراك على أنني مكبر رأيهم يعني أعده كبيرا رأيهم إعرابه مفعول به لمكبر فقد واكب الحزم النهى واكب الحزم بمعنى واكب يعني صاحبة الحزم ضبط الأمور والنهى بمعنى العقل يبدو مرادف كلمة النهى العقل وإنهم لهدات البلاد ما مرادف هدات مرشدين وقادتها ووجوه الملى وجوه الملى بمعنى سادتها لأن ترد عائشة في ازدراء صريح ما معنى ازدراء استخفاف ازدراء من مادة زرية طبعا أقادة أندلس هؤلاء وهم من سقوها كؤوس الردة هنا الاستفهام يخرج للتوبيخ والتحقير أقادة أندلس هؤلاء وهم من سقوها كؤوس الردة طبعا ما نوعها موصولة كؤوس الردة المقصود هنا الموت إذن هنا في تشبيه شبه الموت بشراب يبقى شبه الموت بشراب يشرب أو بكأس يشرب فيا أمة دب فيها الفساد وطم بأقطابها واغتلى النداء هنا خرج لغرض التحسر على حال الأمة دب ما مرادف دب بمعنى انتشر طم طم أي كثرة بأقطابها يعني من كتر ما هو كتير طم البلاد بأقطابها بمعنى أنحاء ومفرد أقطاب قطب اغتلى بمعنى ازداد وما أتقنت وما أتقنت عفوا لأنها تعود على الأمة وما أتقنت أي ما أجادت ما هنا نافية أتقنت بمعنى أجادت غير فن النفاق وضح الجمال وما أتقنت أو وضح الجمال في هذه العبارة وما أتقنت غير فن النفاق شبه النفاق بالإيش بالفن غذته وروته حتى ربى أيضا وضح الجمال هنا وضح الجمال في هذه العبارة شبه النفاق بالنبات الذي ينمو ويكبر ربى بمعنى نمى وكبر إذا رف نجم فخد دامه وأحنق أعدائه إن هوى إذا رف نجم لاحظ الحال هنا عكس الحال الثاني في هذا البيت مقابلة بين شطريه إذا رف نجم ما معنى رف نجم لمع وعلى يعني إذا على نجم سلطان فيصبحون له كالخدم فخد دامه طبعا خد دام هنا صيغة مبالغة صيغة مبالغة مفرد خد دام خادم وأحنق أعدائه إن هوى إن سقط إن هوى إن سقط أحنق ما المعنى الصرفي لأحنق اسم تفضيل إذا بين شطري هذا البيت مقابلة إذا على نجم السلطان يصبحون له خادم وإن سقط أو ذهب زمانه فيصبحون ألد أعداء أحنق بمعنى أشد غضبا وإذاء هذا البيت أيضا فيه كناية عن صفة وهي صفة النفاق وأيضا هو أسلوب شرط غلوتم بإسفافكم في الهواني فسحقا لكم يا عبيد العصى غلوتم أي بالغتم غلوتم بالغتم طبعا من مادة غلوة غلوتم بإسفافكم إسفافكم أي طلب الدنيء من الأمور وهي من مادة أسفة إسفافكم طلب الدنيء من الأمور وهي من مادة أسفة فسحقا هنا مفعول مطلق لكم يا عبيد العصى النداء هنا غرضه التحقير طبعا وفيه طبعا كل بيت كناية عن الذل والمهانة الآن أطرح عليكم بعض الأسئلة أيضا حول الأبيات ثم نجيب عليها قبل أن نذهب إلى الأسئلة قارن بين موقف السلطانة عائشة قد يأتي السؤال بهذه الصيغة قارن بين موقف السلطانة عائشة وموقف الوزير أبو القاسم تجاه الأخطار المحدقة بالبلاد طبعا هنا اختلف كل من موقف السلطانة والوزير تجاه الأخطار المحدقة بالبلاد طبعا هي تؤكد على حتمية المواجهة وضرورة الصمود لكنه يفضل التنازل والاستسلام الآن سؤال ثاني بما تفسر الظهور البارز للسلطانة عائشة واختفاء دور أبي عبد الله على الرغم من أنه ملك البلاد اللي هو ابنها لماذا يعني دور مهمش وهي التي كانت تقاتل على حال البلاد طبعا هذا يدل على قضية مهمة أن هذا الملك هو ملك ضعيف وأن الذي يسير الأمور حقيقة في البلاد هي أمه وملكه ملك صوري ما رأيي سؤال آخر ما رأيي الوزير أبي عبد الله في الشجاعة وهل توافقه الرأي؟ طبعا كان رأيه مغايرا فهو يراها ضرب من الحمق عفوا يراها ضرب من الحمق والتهور طبعا ونحن لا نوافقه هذا الرأي فالشجاعة هي التي صفة من صفات مكارم من المكارم التي تميز الإنسان الشجاع أو المسلم الحق اختلف سؤال أيضا يقول اختلف موقف السلطانة عائشة من ملوك الأندلس عن موقف وزيرها طبعا هنا إجابة السؤال السلطانة تراهم هم الذين دمروا هذه البلاد بينما يراهم هو أو الوزير يراهم هم هدات البلاد وهم القادة آخر سؤال بدي أختم فيه الشرح لماذا لقبت السلطانة عائشة بالحرة أو لها لقب الحرة لماذا باعتقادك لقبت بهذا اللقب طبعا لقبت بالحرة يعني لأنها كانت هي المدافعة الأولى عن حال المسلمين وهي التي أرادت أن يحارب المسلمين وأن لا يستسلموا في وجه هؤلاء الأعداء طبعا لكنهم لم يطيعوها في ذلك الآن يعني لو بدنا نخرج بقيم ودروس مستفادة من هذه المسرحية طبعا من أهم الدروس التي يمكن أن نستفيدها هو عدم التفريط في أي أرض من أرض المسلمين فكلنا مسؤولون أمام الله عن هذه الأرض طبعا وأيضا تعلمنا قيما مثل الشجاعة والإقدام وعدم اللي هو يعني الابتعاد عن الجبن والخوف ويعني يجب الجرأة والإقدام في أمور تخص اللي هي بلادنا ومقدساتنا الآن بعد أن يعني انتهينا من تفسير المفردات ومظاهر الجمال الآن ننتقل إلى الإجابة على أسئلة الدرس بشكل سريع قبل أن يتدركنا الوقت الآن السؤال الأول اختار الإجابة أي المسرحيات الآتية من مسرحيات عزيز أباضة طبعا هي مسرحية شجرة الدر سؤال اثنين إلى ما ترمز كلمة سيل في قوله سيل طغى ترمز إلى جيش الأسبان سؤال ثلاثة عما كان الشاعر بقوله عبيد العصى الإجابة الذل والهوان الآن سؤال اثنين استخرج الفكرة العامة طبعا استخرجناها سابقا وهي اختلاف العرب على الحكم وتخاذلهم وتفرق كلمتهم وتعاون بعضهم مع المحتل كل هذا أضاع بلاد الأندلس سؤال ثلاثة على من يعود الضمير المتصل في قوله قل بل هي خيانة وال دكته كالزلزال قلنا أنها تعود على الشعب سؤال أربع مثل كلا من الأدوار الآتية الحاكم المغلوب على أمره الإجابة أبو عبد الله با الأمين على مصلحة الأمة الإجابة ابن سراج والأميرة عائشة جيم الصاخط على فرقة الحكام الإجابة عائشة الآن المناقشة والتحليل ذكر ابن سراج وعائشة في المشهد الأول الأسباب ضعف الشعب نذكر اثنين منها مع بيان رأينا واحد خيانة الحكام اثنين اختلاف الإشاعات أيضا بإمكانك أن تضع خيانة رهط من الشعب ما رأينا في ذلك؟ طبعا يعني من الواضح أن فساد الحاكم أو فساد الشعب سبب فساد الحاكم فإذا ضعف الحاكم وجد المفسدون يعني بيئة خصبة لنشر شائعاتهم وبث الضعف في نفوس البلاد أو في نفوس الشعب الآن سؤال اثنين في المناقشة والتحليل صفحة 17 نوضح الصورتين الفنيتين وما أتقنت غير فن النفاق غذته وروته حتى رباء الشطر الأول شبه النفاق بالفن والشطر الثاني شبه النفاق بالنبات وجوع يمزقنا نابوه وحمى من القلق المبهمي الشطر الأول شبه الجوع بالحيوان المفترس والشطر الثاني شبه القلق بالحمى سؤال أربعة الحوار عنصر أساسي في بناء المسرحية نبين إلى أي درجة نجح الكاتب في ذلك طبعا الإجابة نجح الكاتب بواسطة الحوار بتوضيح المغزى الحقيقي للمسرحية وذلك بإظهار الصراع في المسرحية وما يدور بداخلها بلغة فصيحة واضحة نقلت عفوا كل أبعاد المواقف وملامح كل الشخصيات آخر سؤال معنا ما عناصر المسرحية عناصر المسرحية من خلال هذا النص المكان والزمان والشخص والحدث والعقدة والحل آخر حاجة اللغة والأسلوب عود إلى المعجم للتفريق بين معاني الكلمات الآتية رهط هي جماعة من ثلاثة لعشرة فئة هي فرقة تشترك في الصفات العامة ثلة هي جماعة من الناس نفر هي رجال من ثلاثة لعشرة كان هذا آخر سؤال معنا في حلقة اليوم إلى هنا طلبنا الأعزاء نصل لنهاية حلقة اليوم من شرح مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر حيث تناولنا في هذه الحلقة أو أنهينا في هذه الحلقة درس مصرحية غروب الأندلس وتحدثنا عن المحاور الآتية شرح ومناقشة الفكرة الثالثة تفسير المفردات ومظاهر الجمال وآخر محور الإجابة على أسئلة الدرس شكرا لحسن استماعكم نلتقي بكم الدرس القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر ومبحث اللغة العربية شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم اشتركوا في القناة